بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي الطلبة وطالبات مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحب بكم من جديد في هذه الحلقة التي نتناول فيها نشاطا حول الاعداد المركبة والتحويلات النقاطية يهدف هذا النشاط الى توظيف الاعداد المركبة لدراسة تحويل نقاطي ومركب تحويلين نقاطيين نص النشاط في المستوي المركب المنسوب الى المعلم المتعامد والمتجانس O E G نعتبر النقط A B و C التي لحقاتها Z A يساوي نقص 2 زائد 2 E Z B يساوي 2 زائد 4 E و Z C يساوي 5 نقص 2 E اولا اكتب العدد Z C نقص Z B على Z A نقص Z B على الشكل الجبري ثم استنتج نوع المثلث A B C ثانيا اكتب معادلة الضائرة غاما التي تشمل النقط A B و C ثالثا G تحويل نقاطي يرفق بكل نقطة A من المستوي ذات لاحقة Z النقطة A فتحة ذات لاحقة Z فتحة بحيث Z فتحة يساوي E Z زائد 6 زائد 2 E ألف ما نوع التحويل J حدد عناصره المميزة ب عين لاحقة النقطة D صورة النقطة A بالتحويل J جيم بيّن أنه يوجد تحاكي H مركزه B يحوّل النقطة D إلى C يطلب تعيين نسبته دال ما نوع التحويل H ضائرة J حدد عناصره المميزة والآن ننتقل إلى حل النشاط أولا كتابة العدد ZC نقص ZB على ZA نقص ZB على الشكل الجبري ثم استنتاج نوع المثلث ABC نذكر بلاحقات النقاط A B و C لدينا ZC نقص ZB B على ZA نقص ZB يساوي 3 نقص 6E على نقص 4 نقص 2E نضرب البص والمقام في مرافق المقام والمساوي لنقص 4 زائد 2E نجد 3 على 2E لدينا عمدة النسبة أي عمدة 3 على 2E يساوي B على 2 ومنه قيس الزاوية الموجهة بA بC تساوي B على 2 إذن المثلث ABC قائم في B السؤال الثاني ويطلب منا كتابة معادلة الضائرة غاما التي تشمل النقط A B و C بما أن المثلث ABC قائم في B فإن E منتصف AC هو مركز غاما وAC قطرا لها لدينا زد E لاحقة النقطة E تساوي زد A زائد زد C على 2 وتساوي ناقص 2 زائد 2E زائد 5 ناقص 2E على 2 وتساوي 3 على 2 ونسقط الضائرة R يساوي AC على 2 ويساوي طويلة ZC ناقص ZA على 2 ويساوي طويلة 5 ناقص 2E زائد 2 ناقص 2E على 2 وتساوي 7 ناقص 4E طويلة على 2 وتساوي 7 موربع 49 زائد ناقص 4 موربع 16 على 2 ويساوي جدل 65 على 2 وبالتالي تكون معادل ضائرة γاما من الشكل X ناقص 3 على 2 موربع زائد Y موربع يساوي 65 على 4 السؤال الثالث لدينا لدينا تحويل نقاطي يرفق بكل نقطة M من المستوي ذات لاحقة Z النقطة M F H ذات لاحقة Z F F F بحيث Z F F Y Z 6 2 A ألف تحديد نوع التحويل G وعناصره المميزة لدينا العبارة المركبة للتحويل G من الشكل Z F H يساوي A Z زائد B مع A يساوي E وطاويلة A تساوي 1 وبالتالي التحويل G هو ضواران زاويته تيطا حيث تيطا تساوي عمدة A وتساوي عمدة E أي B على 2 أما مركزه النقطة ذات اللاحقة B على 1 نقص A حيث B على 1 نقص A يساوي 6 زائد 2 E على 1 نقص E وبضرب البص والمقام في مرافق المقام وهو 1 زائد E نجد 2 زائد 4 E أي يساوي Z B ومن التالي مركز التحويل G هو النقطة B B تعيين لاحقة النقطة D صورة النقطة A بالتحويل G نعود لاحقة النقطة A في التحويل أو العبارة المركبة للتحويل G نجد زائد 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 2 E وتساوي E في ناقص 2 زائد 2 E زائد 6 زائد 2 E وتساوي 4 أي زائد D يساوي 4 السؤال جيم ويطلب منا أنه بين أنه يوجد تحاكن A مركزه B يحول النقطة D إلى C يطلب تعيين نسبته نعلم أن كل تحاكن في المساوي يعبر عنه بالشكل Z فتح يساوي ألف زائد زائد بيتا حيث ألف عدد حقيقي يختلف عن الصفر والواحد وبيتا عدد مركب كيف إذن زائد فتح يساوي ألف ز زائد بيتا بما أن التحاكي H يحول D إلى C إذن زد C يساوي ألف زد زائد بيتا ومركزه النقطة B إذن صورة B هي B إذن زد B يساوي ألف زد B زائد بيتا وبطرح طرف لطرف نجد زد C ناقص زد B يساوي ألف في زد ناقص زد B أي ألف يساوي زد C ناقص زد B على زد ناقص زد B وبالتعويض نجد ألف يساوي خمسة ناقص تنين E ناقص تنين ناقص ربعة E على ربعة ناقص تنين ناقص ربعة E ويساوي ثلاثة ناقص ستة E على تنين ناقص ربعة E وبأخذ ثلاثة كعمل مشترك في البسط نجد ثلاثة في واحد ناقص اثنين E واثنين كعمل مشترك في المقام نجد اثنين في واحد ناقص اثنين E أي ألف يساوي ثلاثة على اثنين ومنه نسبة تحاكي H هي ألف يساوي ثلاثة على اثنين وثلاثة على عدد حقيقي يختلف عن صفر ووحد وهذا حل منظم يوضح كافة العمليات التي أجريناها لإيجاد قيمة ألفا حيث ألفا يساوي ثلاثة على اثنين بما أن ألفا قلنا عدد حقيقي غير معدوم ويختلف عن واحد فإن التحويل هو تحاكن نسبته ثلاثة على اثنين السؤال ويطلب منا تحديد نوع التحويل H دائرة G وعناصره المميزة لدينا G دوران مركزه B وزاويته B على اثنين وH تحاكن مركزه B ونسبته ثلاثة على اثنين إذن التحويل النقطي H دائرة G هو التشابه مركزه النقطة B ونسبته ثلاثة على اثنين وزاويته بي على اثنين حسب المبرهنة الخاصة بتركيم دوران وتحاكن التي رأيتموها في الدرس وهكذا اعزائي الطلبة نأتي الى نهاية هذه الحلقة الى ان نلتقي في حلقة اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة